شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في معرض جيتكس 2022 أحد أبرز المعارض العالمية الرائدة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات خلال فترة عقاده في دبي وذلك في جناح مملكة البحرين ضمن الوفد المشارك من المملكة واستعرضت الهيئة خلال هذه المشاركة الجهود الحكومية المبذولة في مجال التقنية والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي وعلى هامش معرض جيتكس شارك وفد الهيئة في جلسة نقاشية كدخلالها الوفد توجه مملكة البحرين بتوفير أفضل الخدمات الحكومية من خلال مواصلة مبادرات التحول الرقمي كما شار الوفد إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تبنت الحوسبة السحابية في المنطقة وضح أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة وفحص مختلف التقنيات والتطبيقات الممكنة ومنها الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء بهدف تطلع المملكة نحو تحسين كفاءة العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر